عودة مجددة مشاهدين الكرام إلى الجزء الثاني من برنامج جحكي بالون بعدما تحدثنا في الجزء الأول على التحذير والتربص التحذير الذي يسبق نهائية كأس أمم إفريقيا نمر إلى الجانب التقني والمتعلق باللاعبين بعدما قام النخب الوطني جمال بالماضي بتحديد قائمة متكونة من خمسة وخمسين لاعبا تم إرسالها إلى الكاف وسطا ترقب كبير من الجمهور الرياضي من اللاعبين حول القائمة النهائية المتكونة من سبعة وعشرين لعبا مونير بن قاسي كما تعلم أن كل الاتحاديات كانت مطالبة بتحديد قائمة من خمسة وخمسين لعبا وهو ما حدث مع الاتحاد الجزائري المصدر الرسمي من الاتحادية لم تكشف عن القائمة فيه ربما اجتهادات صحفية فيه بعض الأسماء تم تداولها عبر منصات تواصل الاجتماعي ما رأيك مونير بن قاسي لا أولا بركح كما كنا نتكلمه مقبل في الكواليس ثلاثة ثاني فسوليني حاجة وبروبلام احنا عدنا مشكل كبير تعتواصل ومشكل كبير تعتواصل وهذا في كل مرة نوقع في هذه الأخطاء هذه وبالك يكونوا تجاوزات واحد يهدرها ما تعجبش الفاف الفاف ما تكوميونيكيش ناس تقول نام بورتكوا احنا مدى بينا مدام رئيس تعل الفاف الجديد كي جاء كان عنده 21 نقطة بروما يحققها تمنينا كذلك يكون تكون لها كوميونيكاسون تكون شفافية شوية باش كل واحد يعرف كيفاش يدير خدمتوه ما تكون تجاوزات كل واحد يحترم نفسو نحترمه المتخب الوطني نحترمه الفاف الفاف تحترمتو المونت كذلك لكن هكذا دوك يخلوك ما كاش قائمة رسمية تع خمسة وخمسة اللاعب دوك تكون اجتهاد هات كل واحد كل واحد تخلوك في الشك في ودوت ومالك تقول نام بورتكوا توليت عصر وحك ويش تهدر يا انا مما ما لاحق له هذه قائمة ما سيبازيو نافر ديطا ولا سيكري ديطا تخافه ل AZبالب معليش لكن شيء الأكيد والد في القائمة هذه الشيء الأكيد ما physiological يكون لعب جديد راح يكون في القائمة يعني من الأسماء المتداولة أيضا الأسماء المتداولة الأسماء اللي نعرفوها الأسماء ربما الناس اللي راح يعودوا الشيء الأكيد اللاعب اللي راح يكون 27 لعب كلهم لعبوا في المنتخب الوطني وكلهم يعرفون بالماضي بالماضي ما راح يغامر ما كاش أسماء جديدة ما عدا اللاعبين اللي سبق لهم تقمص ألوى المنتخب الوطني ولو لمباراة أو مباراةين في الأوين الأخيرة هذا الشيء باسي جدا بش يكون لعب جديد في قائمة 27 لازم تكون عندنا ظاهرة جديدة جزائرية ما نشوف ما نعرفوهاش منها للكانتبان بش يكون هذا نشوف اللاعبين كلهم أنا نعرفوهم اليوم يلعبوا في أوروبا حتى لو تكون موجود هالظاهرة اللي تتحدث عليه مستحيل جمر بالماضي راح يغامر كتكون ظاهرة يغامر أخويا كتكون ظاهرة لا تقدر تغامر لكن احنا نعرفو كل اللاعبين نعرفو كل اللاعبين ما هو شح يكون لعب جديد في 27 لعبين اللي راح يكونوا نعرفوهم كلهم راح يعودوا راح يعودوا يولوا كاللعبين اللي راح حاليا في القائمة يقدروا ما يكونوش حسام عوار تعرضوا إلى إصابة ونفوو ديزا ديكتور ما زال غدوة غدوة يصيرها فيكسي على المدة اللي راح يغيب فيها مورينيو قالت لقاء القادمة هذا مثال بسيط يقدروا يصروا هذا الأمور ولهذا نقوله رضا ما تم أنه مهمة جدا قائمة متكونة من 55 لعبا لفرضتها الكونفيدرالية الإفريقية مثل ما حدث سابقا مع لعبين في آخر لحظات يقدر تصرى إصابة يقدر يكون لاعب ما يكونش جاهز ويقدر يبدل الناخب الوطني مع العلم أنه عنده 27 لاعب يعني أربعة لاعبين إضافيين لكن عنده يعني قائمة موسعة يقدر يبدل منها هذه القائمة هي مفعولة للفرق الأوروبية اللي يلعبوا فيها هذا اللعبين هذا لأنه عنده كوندات بطوار باش تعلم الفرق لأن الفرق هي اللي مالكة لهذا اللعبين باش تسريحهم من طرف هذا الفرق هذا هذا القائمة دارتها لفيفام على كاف باش يعني حماية حقوق الأندية بدرجة أولى طب وخاصة باش تسريح هذا اللعبين من طرف الأندية لأن تفوتك إن ذات جبوس دو ترواجور راح تكون يعني يقدر النادي ما يسرح لكش اللعب تاك هذا هو الشيء اللي علاش القائمة على خمسة اللعب وأنا نظن يعني مهم ما فيهاش ولا شي يعني كي تسرح نكومينيكي في الفاف تعلن على القائمة على اللعبين يعني ما فيهاش أنا نتسأل الأمور اللي لازم تكون ما تكونش والأمور اللي لازم ما تكونش تكون يعني نتسأل هل هل نقص الاحترافية هل هنا كان سكري ديطاء كما قال مونير هذا الشيء هذا هما هذا هما التسأل اللي رأنا نتسأل انتظار توضيحات من الجهات المعنية أنا نظن يعني كل شيء يعني واضح الآن لازمك شفافية في هذا الاتحادية لازمك شفافية في الفرق باش تنحي هذا الشيء تنحي الكلام زي حتى الفرق المحلية اليوم رضا ما تمت تقول باللي هذه ديارتها الاندية الأوروبية حتى الاندية المحلية لو يكون عندك لأنه تعرف حتى في قانون اتحادي الجزائرية أنه أي فريق عنده أكثر من ثلاث لاعبين في المنتخب الوطني الأول يسمح للقانون باش يأجل المباريات تعلبو طولة لحتى تبقى سرية المفعول أثناء لضاة فيفا يعني الفترة التي تجرى فيها نهائيات كأس أمم إفريقية هذه ما نكونش أنا ما نظنش تكون لأن تكون مستحيل باش باش أني فرقة جزائرية تكون عندها أني ثلاث لعبين في الفريق الوطني يعني في حادث على فقط كمثال مولودية الجزائر في حادث عن بل عمري عن حليمية عن يوسف بالليلي هذه ربما كلها أسماء أو حتى أيوب عبداللهوي أسماء يمكن أن يكونوا في القائمة الموسعة إلا ما كانوا في قائمة 27 لا نشكش بهذه في القائمة الموسعة يكونوا لكن في 27 مستحيل فارق محل يكون عنده تلعبين في القرم مستحيل حتى الفارق لما نقول أهمية القائمة الموسعة للأندية تتلقى ربما مرسلة من الاتحادية يعني يعرف الفارق مدرب من ودية الجزائر أو مدرب تحت العاصمة أي مدرب أنه اللاعب الفلاني ما وشح يكون يعني ما يقدرش يستفاد من خداماته وخلال نهائية الكان يعني شهر من قبل يقدر يوجد بادل يعني على سمعنا حتى بعد الأنديات تفكر في الميركاتو الشتوي باستقدام لاعبين من أجل تعويض غياب لاعب فلاني أتحدث على سبيل المثال على يوسف بالليلي بصيفة كبيرة سيكون في المنتخب الوطني إدارة مولودية الجزائر تفكر في استقدام لاعب آخر من أجل تعويض غيابه وعن مولودية الجزائر لا كما خموا على الفرق الأوروبية خموا على كل الفرق لا تمين خموا تاني على الفرق المحلية كذلك عندهم ديزنتيري عندهم لعبين عندهم برامج عندهم ديزوبجيكتيف خموا بطبيعة الحال ذلك أنت على سبيل المثال ذلك حتى شباب الوزداد يكون يكون مبوحي في المنتخب الوطني كانت تاني حسابات في شباب الوزداد مولودية الجزائر على الرغم من أنه موحي أساسي موحي أساسي لكن رأوا أساسي ذلك في شباب الوزداد عود ولا أساسي لا هذا مثال أعطيت لك مثال برك مثال فقط لكن حتى الفرق لازم تدير حسابها لأن غياب ربما غياب بالليلي في المنتخب الوطني بالليلي ليس يلاعب ذلك في البطولة الوطنية رأوا هدف رأوا أحسن ممرر أحسن لعب في مولودية الجزائر ذلك اللي يكون في المنتخب الوطني على الأقل الفريق التعوي يعرف باش يبدأ لبروسيدور التعوي التعوي كذلك لأنا برك هذه القطة نحب نركز عليها يجب كذلك احترام الفرق المحلية كما نخمو الفرق الأوروبية نحترم الفرق يعني قبل شهر شهر ونص يكون الفريق على الأقل قبل شهر رئيسي قبل شهر يكون على باله باش يدير حسابه طيب أسماء من هنا ومن هنا عديد من الأطراف تريد ربما تحاول فرض بعض الأسماء على النخب الوطني مع أنه نعلم جيدا أنه شخصية النخب الوطني لا تسمح ربما بي ربما باش أي واحد ينبوز يلعب على النخب الوطني جمل بالماضي العديد من الأسماء تطرح رياض الشهب أنا يعني نسق سيك يعني اليوم الناس تشوفك جيت هنا بقبعة موسي الرئيس لكن كي الناس تجهل أنه انت لعب سابق أكيد تبع كورة القدم تعرفوا ما هي أبرز الأسماء لنقدر نشوفها إن صح تتعبر مفاجأة في المنتخب الوطني لا مفاجأة لا مفاجأة لن يتبع 50 تن الجوار التي ستبع في لا وليس أوفيسيال جوار كم يريد مفاجأة في الإكتبال نشونال المفاجأة أنه يتبع جوار بالمام كلب من الجزائر هذي المفاجأة هذي مستبع لا يحكموا لن أطلع أنا لن أطلع الورطة بالعمري رأيح لن تجرب لن يتبع إلى المهل الكبير لن الإكتبال لن يجب أننا مفاجأة لن يتبع لأنه يتم يتبع لإستبع إذا نجب لن يتبع لن يتبع في اللعبين. ولا لو شوف مستواهم. هو يشوف اسك يطابقوا الخطة تاعه. يطابقوا المنافسين يح يلعب معهم. يطابقوا الكلام. عاي فيها بزاف امور المدربين يشوفهم. ما يشوفش غير اللعب. شكل يراه مليح ولا شكل يماوش مليح. دانك سيالوي دو بخن لديسيزيون نيسيسار. وبعد نقدرون. ليست تعلق فقاردي. الميدان فقط. حتى الجانب الاندباطي يهم كثيرا. النخب الوطني جمل بالمالك. كل شيء امورتان. كل شيء امورتان. اندباط. كيف arguing. يعني البجان. كوب دافريكس يكون كورت.. ما. اقل من شهر. عادي تكبير من المبارك. و نحجم الجوار يسترجع. 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 نحجم الجوار يكون بالمام نيو. آآ. طالطان. ومي قدرش يخدم لك 1.5 كمبتش. و ماذا يفيدني. لقد كان قادر الجوار تلقى مليح في شمبيونات وطقاءت ري موفي دنزين كمبيتشيون كورت أنا بالإزامل بالليلي دابري وشيفتو لذنيني پاسي إلي مير دنزين كمبيتشيون كورت كپندن توتيناني كونتو في الساتيستيك تاوعو ملاحف دي كمبيتشيون الإقصار هاي داية مالحقش ويني يدرك تامن موسم ناجح مع فارق هذا العامل يقدر سيليكسونر به ينحي جوار ويجيب جوار العامية الناس يقول لك بلي هذا خير من هذا لذلك يوجد برامات اللي يخدهم من سيليكسونر قبل ما نجيلك مونير بن قاسي ولا بني عندك إضافة لكن حبيت نزيد إضافة أنه الناخب الوطني بالحديث عن بعض الأسماء المتدولة اللي حتولي مع المنتخب الوطني بالماضي راهوا في تواصل معهم كاين حتى لعبين اللي راهوا تواصل معهم حط لهم شورط من أجل العودة للمنتخب الوطني هو راهوا يتبع فيهم يعني كل لعب إلا ما لحقش واش طلب منه جامل بالماضي أربما مستحيل يكون في المنتخب شوف كان هناك عامل وعامل أساسي في دورة كأس إفريقيا هو العامل الإنذباطي مهم أيضاً بالطبع شفناها في 2019 لازم كيجيب لعب لازم كيكون احتياطي يكون بفخر ما عندوش هذيك الزيزاني في مبيل جوار وكلش وهذا هو العامل اللي راهوا يخدم عليه بالماضي هناك لعبين ما يحبوش يكونوا احتياطيين وهذا هو الشيء المشكل اللي راهوا فيها بالماضي لازم ما على هذا اللعبين اللي يحبوا أن يوكبوا الفريق الوطني لازم يقبلوا بقرارات الناخب الوطني وتكون هناك لحمة هناك عائلة هناك التفاهم وتربط ما بين كل اللعبين أنا جاكسبت البوندوتوش بكل فخر ومكي ندخل للدوزميطان والله هذاك لازم يفوك جابورتين بلوس للفريق الوطني وتكون هناك تلاحم ما بين الفرق هذا هو الشيء اللي راهوا خايف منه بالماضي لأن هناك لعبين اللي فرضوا نفسهم ولكن من الجانب هذا أنا لا يقبلوا بقرارات الناخب الوطني يعني سيحة وشارك تقول علش في كل مرة نعود نقول لك الكان 2019 لأننا نعتبر مرجع لأن النجاح كانت تحقيق حلم النجمة تانية بعد غياب طاويل عن الساحة الإفريقية هذا الأمور اللي تحدثت عليه الأمور الميتالية اللي تحدثت عليها رضا ما تام تقريبا كلها كانت متواجدة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 شفنا لعبين لما شاركوش وقعدوا يشجعوا زملائهم شفنا لعبين كما عطال اللي يدع إصابة مع بيديت الكانو وقعد يتبع في صحابه يعني ما سمعنا حتى فوضى حتى هذا اللي يبتدي طاي كلهم اللي يساهموا في الناجح نتمنى أنه يكونوا في هذا الطبعة مونير كم من بين معطاية طريق التعامل بالماضي بالماضي ما يستدعي حتى لعب قبل ما يتحدث معه مستحيل يستدعي لعب ما يعرفوش ومستحيل يستدعي لعب ما تكلمش معاه ما تحدثش معاه ويقول له نوارس يبقاش معاه في تواصل لا يبقى معاه في تواصل يعرف الأرقام بتاعه وتحدث معاه وعنده شروط بس نعود نقول لي بالكوشقط مستحيل واحد يفرد حاجة على بالماضي ولا واحد يفرد لعب ولا بعض الأطراف تفرد لعب على حساب لعب هذه خمس سنين شفناها ما سرعت لا ما سرعت بالماضي رح يدين اللاعبين الأكتر جاهزية اللي بلوزابت الجوي لكالي رح يدينهم بالماضي الناس رح يقدموا الإضافة اللي هو رح يشوف بليهدوهما هل في مجال العاطفة مع بعض الأسماء على غير البالك بن ناصر اللي ما زال موصلش للجاهزية تامة صحيح تعافى من الإصابة مفاجأة أنه عودوا ولا يشارك مع فريقه أسي ميلون لكن بالماضي يقدر يدير العاطفة مع بعض الأسماء سليماني اللي ماوش جاهز مليح بن ناصر بارابور للمشوار تحهم البطولي في كان دو ميل ديزناف حتى القيمة ديالهم في القروب بتاع المنتخب الوطني لا العاطفة شوف مش عاطفة صون بورسون كالجمل بالماضي اللي الميو براسيب بور جوجي قاعد اللعبين يجبتهم ويعرف قيمتهم ويعرف قيمتهم كذلك في هذه الدوارات الحاسمة والدوارات الهمة يعرف قيمة بن ناصر يعرف قيمة سليماني ويعرف قيمة بالليلي ويعرف قيمة أي لعب ولا شاف بالماضي ولا يستدعى بن ناصر عرف بلي بن ناصر رح يكون قطعة أساسية في المنتخب الوطني وموش رح يجب ينحي الميلون وقرصي بن ناصر بش يجاملوا صاحبه ولا يحطوا في البن ولا يحطوا في القائمة يروح يحوص فلاكو ديفوار بن ناصر هذه مستحيل ما رح تكون مع بن ناصر ما رح تكون مع سليماني ما رح تكون مع بالليليلي ولا أي لعب ولا دار قائمة فيها 27 لعب الأسماء اللي راح نشوفها بالماضي ودار في بالوبل هم الأكتر جاهزية وهما اللي راح موجدين بنسبة 100% للكان يعني اللي جازة هيكون في المنتخب الوطني شكرا لك مونير إضافة يعني باش نغلقوا طوصة على المنتخب الوطني مونير شوف النخب الوطني هذا نعطيك معلومة باللي زار كل الفرق اللي لعبوا فيها اللعقين في البطولة الأوروبية وتكلم مع المدارات الفنيين وتكلم مع المدربين وعطاوها الأرقام بتاع كل لعب ليراوه هذا المدرب ليراوه لازم يكون هنا في الجزائر فهمت راح زار كل الفرق اللي متوجدين فيهم اللعبين وتكلم مع المدربين وتكلم مع الطاقم الفني كل أشياء جابهم بالماضي في هذا هذا هو الشيء للناخب الوطني هذا يخدم بطريقة احترافية لمساعدتش بعض من أشخاص في الجزائر لأننا قعدنا في الجانب التقنية نقدر نقوله متأخرين أفضل الرد أن يكون فوق الميدان أفضل الرد أن نقولك يكون فوق أرضية الميدان إن شاء الله توفيق المنتخب الوطني نختبه معك هذا الموضوع رياض شوفة سيلكشياء تلعب بشكل كما هذه يجب أن يكون في العالم كامل أين أو أين أو أين أو أين أو أين لا يدخلوا في نور سواء لا يلعب في الكيلوب أو سواء كبير فلاج أو أين جون لذلك يجب أن يكون في السيلكشياء هناك جوار وين دي فوا لا يدخلوا في النور التي يبينها خاصة اليوم عندك 27 ومشي 23 فقط نعم لذلك يستطيع أن يدلهاب الماضي إذا أقدرت العاطفة يستطيع أن تكون أمام العاطفة يبدو إضافة يبدو إضافة على الأقل في الفيستيار سيستعمل عام العاطفة الآن بالنصر أنا أستطيع أن يرى يلعب في التعامل أعتقد أن يلعب في التعامل أن يلعب في التعامل لذلك يقومونون بإضافة يعني أن يلعب في التعامل أن يلعب في التعامل في الفطبول والفطبول يجب أن يلعب في التعامل وإنما يومونونونون لديها وليس يلعب في التعامل أعتقد أن يكون جداً أعتقد أنه مجمع جداً لو أنك تجد إلى حوله وقف هذا يبدو بالنصر ولكن الفطبول في الأفريق ماشيت على جوار يجي أبرا يطلق بأمام يجعله تحويرا إن دفاع البدني في إفريقيا إن شاء الله كل توفيق المنتخب الوطني نشوف اليوم بلي كين تفاءل كين يجمع بنجاح ربما المنتخب الوطني في نهايات كأس أمم إفريقيا من المنتخب الوطني نمر إلى البطولة المحلية والموضوع الذي اخترناه اليوم لعدد اليوم هو اتحاد خنشلا هذا الصعيد الجديد إلى البطولة الوطنية إخترنا أن يكون موضوع في عدد اليوم بحضور رئيس الفريق وليد بوكر روما أو على الأقل نائبه الأول إلى أنه في الأخير قبل ساعات قليلة فقط عن تسجيل هذا البرنامج اعتذر عن الحضور وهو ما اضطرنا لإلغاء هذا الموضوع اليوم نقدر نقول للمشاهد الكريم ولجمهور اتحاد خنشلة أن الاعتدار في آخر لحظة هو ليس احترام للبرنامج فقط إنما هو عدم احترام للجمهور الرياضي جمهور اتحاد الحراش أو اتحاد خنشلة عفوا أو مدينة خنشلة والمدن المجاورة كنا نريد أن نسلط الضوء على هذا الفريق الطاموح خاصة قبل يوم واحد عن المباراة المهمة أمام مولودية الجزائر يبقى كل التوفيق نتمنى كل التوفيق لاتحاد الخنشلة ولمولودية الجزائر نمر إلى موضوع آخر متعلق بوفاق السطيف خاصة بعد ما قررت إدارة الفريق انزال ثلاث لعبين إلى الفريق الرديف وهو القرار الذي احتج عليه التولاتي خاصة نسيم يطو الذي انتفض ضد القرار رضا ماتام لعب سابق لويفاق السطيف لكل يربط رضا ماتام مع ويفاق السطيف تقدر يعني يتعلقنا على خرجة إدارة ويفاق السطيف التي خرجت ببيان صحفي أكدت أن هذا الفريق نقص هذا التولاتي اللي هما يطو حسكر وزعيتري تولاتي يقول نقص المستوى ديالهم تراجع ورجع هو ما خلّى الطاقم الفني يهبطوا الفريق الرديف في المقابل شفنا انتفاضة من اللاعبين شفنا اللاعبي طولي دار ضدجة إن صح تعبير في وسائل التواصل الاجتماعي احتج ضد هذا القرار اللي يقول غير رياضي والله كي يتراجع للمستوى تاع اللاعبين فهمت والاقتحام تحذف يعني لعبوا في دوزين ميتان تاع بسكرة وشفنا المردود تاع يطو ننظن يعني هو اللي يغير كل شيء في المقابلة تاع بسكرة لا أنا شوف وليد احنا استبشرنا خير قدوم هذا الشركة هذه فهمتني وخاصة في الأيام الأولى تحى كيف شفنا ماركوتينغ دوتريونيفو فريق وفاق ستيف وفريق تاع القاب ضافت هذه الشركة ضافت إضافة كبيرة فهمت؟ هي تسويق تسويق تاع هذا النادي النادي أصبح احترافي ولكن ما زالت أمور تخص في الفريق هذا ما زالوا أشخاص اللي خدموا في السابق بعض من الأشخاص ما زالهم نفس الأشخاص في الفريق هذا وهذا هم اللي راهم مديرين الفوضى في الفريق هذا ما على الإدارة سونالغاز هي على علم كل ما وصاري بهذا الطريق لازم إبعاد هذو الأشخاص هذو اللي راهم يسبوا يعني في الأمور هذه أنا نظن بللي اللعبين هذو أنا اللعب يطو هو من أقدم اللعب ست مباريات من أصل ثمانية من أقدم لعبين في وفاق ستيف لعب مثالي ولا مرة أني أتكلم عليه بسوء لا كاش عنده مشكلة أني يباطي ولا مرة ولا مرة أنا أقول لك فهمت ستاني اكزامبل والتلقى يعني تضامن واسع ريضا ماتيا يعني اللي خلانا اليوم نديروا هذا الموضوع في الحصة هو التضامن الواسع من قبل اللاعبين منهم عبد المومن جابو اللي خلانا يعني نحبوا نفتحوا هذا الموضوع في انتظار ربما توضيحات من إدارة وفاق ستيف اللي نقول لهم باب قناة البلاد وبرنامج حكي بالون مفتوح من أجل الرد والتوضيح على هذه القضية شوف يعني في الوفاق ما زال هناك أشخاص ما زال هناك تلاعبات كثيرة فنت راينام أتدري أن لبيلونت حمبرك صاحبي مئتين واربعين مليار كادات في هذا الفريق هذا كنت شوف الخرقات اللي كينين سور فاكتوراسيون كين لعبين لعبين نعطيك مثل لعبين اللي عرحوا باش أن يتكلموا مع المدير تعلق سونالغاز نعطي لهم اللي فيش توقعات سونالغاز يعني راهم في مهمة صعبة سمحني سمحني بالطبع نوضح لك أمر خطير جدا لعبين جاو باش يتفاوضوا مع الفريق سونالغاز المدير قال لهم لازم تنقصونا هذوك اللعبين نفس اللعبين قالوا لهم نحن نقصنا 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 طرواموة للفريق هذا لرئيس اللي كان نقصنا له طرواموة وش نزيدون نقص إبن فلا فاكتوراسيون ما صابش هذوك لي طرواموة أتدري أني أقصى أقل شهر في هذا اللعبين هذه هي مئتين مليون دينار مئة وخمسين مليون دينار أحسب طرواموة برك طرواموة شك جوا أمور نتأسف عليه هذه كانت صحيحة طبعا نحملك مسؤولية هاريضا أنا نظن شوف ما على إدارة سونالغاز فهمت أن يشوفوا في التحقيق هذا ويروحوا لأدنى حتى لأن العد باش تكون عندهم مصدقية كما راهي وباش تكون عندهم مصدقية في هذا الفريق وخاصة باش يعني الرأي العام لازم نوضح لازم نوضحوا للرأي العام هذه التعاملات هذو اللي كانوا مدة سنين وهو ملد والله الشي كارثي اللي رأو صاري في وفاق سطيف خاصة في السورفاكتوراسيون في الهدي الديتا 240-220 مليار ألبك من غير المعقول أن تكون في هذين أنا نظن باللي هناك تحقيقات ولازم لازم هذا الأشخاص هذو يتكشفوا للرأي العام في المدينة سطيف وفي كل الجزائر لازم يتكشفوا كيفاش هذة التعاملات وهذا نقدر نقولها السرقة اللي رأي في هذا الفريق هذا كلم خاطر ريدا بطبعا أنا مسؤول على ما نقوله لأن كان أمور خطيرة في هذا الفريق لازم مصدقية مصدقية كهذا الشركة في وفاق سطيف لازم تمر بمحاسبة بمحاسبة هذا الأشخاص شكرا لريدا تبقى أكيد تصريحات خاطرة من ريدا ماتام الذي يعرف جيدا بيت وفاق سطيف أكيد يتحمل مسؤولية تصريحاته والباب مفتوح أمام كل من يريد الرد على هذه التصريحات من أجل تنوير الرأي العام وجمهور اتحاد وفاق سطيف مونير بلقاسي اليوم اخترنا موضوع وفاق سطيف الذي لم يبلغ ربما المستوى الذي ينتظره وفاق سطيف فراه اليوم في المركز الحادي عشر ما زال ما لحقش قبل مباراة ما زال ما لحقش المستوى المطلوب واشتوف قضية تولاتي الذي تم إبعاده أو إنزاله إلى الفريق الرادف شوف القضية تلاعبين هدياء قضية قدروا شوفها في أي فريق ليس فقط وفاق سطيف أي فريق في العالم ليس فقط في الجزائر هذه أمور اندباطية لعبين معجبوه مش الحال إدارة طاقم فني لكن شيء المؤسف هو بريق وفاق سطيف مفروض اليوم أن نتكلموا على إنجازات ونتكلموا على طموحات ونتكلموا على كيف سرح يخرج من عنق الزجاجة كيف سرح يكون الوفاق خاصة بعد قدوم شاركة سونالغاز لكن أنا نشوف الديكليك هذا ما زال ما كانت ديكليك حقيقي أراهم ديوي ديباخ طاير بحت عادل يخرج يخسر مش هذا وفاق سطيف اللي يرى وينتظروا أنصار أنصار هذا الفريق الكبير هذا اللي من المفروض تلك نتكلموا نتكلموا على البوديو نتكلموا على تحقيق نتائج الإيجابية وليس هذه الأمور هذه اللي ما تخدمش وفاق سطيف وما تخدمش أنصار وفاق سطيف ونتمنى هذه الحادثة تكون حادثة بسيطة وتحل في أقرب وقت ممكن لأنه لعبين تحدث عن تولاتي قدم الكثير خاصة هذه الناس ميطة أو لعبين آخرين لدينا ساهموا ربما في مباراة تحت بسكرة لك الفريق متأخر فيها 30 ثانية من فضلك نتكلموا على فريق هذا نتكلموا فريق من أعرقد في رقم الألقاب أكيد كل يعرف على أكتب ولكن نشوف نحن جدت إدارة تأسون الغاز استبشرنا خيرا نشوف المناصر وعي المناصر وعي ماناش حابين لريزولتات شمبيونة حابين تركيب البشرية هذا الفريق هذا العودة درجة بدرجة حابين فريق محترف بأتم معنى الكلمة أنا نظن باللي يشوف في هذا الفريق هذا لازم هناك تغيير وتغيير كبير في الإطارات اللي رمت فيها شكرا لك رضا ماتين مشاهدين الكرام بهذا نصل إلى نهاية الجزء الثاني في الجزء الثالث سنتحدث عن رائد القبة بحضور الرئيس رياض لشهب فاصلت وما نواصل يبقوا معنا